اهلا بكم سهدي الكرام في برنامج موال ومسارات والبداية مع سوق الأسهم السعودي دعونا نلقي نظرة بنسبة على أداة سوق الأسهم السعودي في جلسة اليوم وليحظ بالنسبة للمؤشر ما زال الجلسة الرابعة للتوالي واصل أداء الإيجابي المكاسب جدا قوية في بداية جلسة اليوم ارتفاعات بقل من 14 في النقطة المؤوية 7464 نقطة وبمكاسب بلاط ما يقارب 25 نقطة نلاحظ أنه في بداية هذا الأسبوع كما ذكرت قبل قليل نستهل المؤشر جلسة هذا الأسبوع بمكاسب جدا قوية بأكثر من 100 نقطة وبارتفاعات وصلت إلى 14 في النقطة المؤوية كما ذكرت الليسة الرابعة للتوالي ما زال يواصل مؤشر الارتفاعات المكاسب جدا قوية أن نحظ اليوم غالب الأسهم القيادية ما زال لها أداء إيجابي وتواصل أداء الإيجابي والتي استهلت هذا الأداء بنسبة في جلسة أمس حجم تداول 29 مليون سهم وكذلك بالنسبة لقيم التداول لا تزال ضعيفة عند نصف مليار ريال بعد أن شهدنا تحسن واضح بالنسبة في قيم التداول في بداية هذا الأسبوع وصلت إلى 3 مليارات و900 مليون ريال تحسن بأكثر من 27% من إضافة لقيم التداول بعد أن شهدنا تراجع واضح بالنسبة لإحجام وقيم التداول خلال الأسبوع الواضح ولكن ما زال السوق لديه منقاط دعمهم مستويات 7460 نقطة مستويات 7490 نقطة كذلك متوقع أن وصول السوق لمستويات 7500 نقطة ولكن كذلك هي الأولى بنسبة للسوق السعودي وهذا الإغلاق وهذه المستويات هي الأولى للسوق السعودي منذ نوفمبر من العام 2015 كذلك ما زال السوق يواصل المكاسب بأكثر من 9% والي ابتدأ هذا المكاسب منذ نوفمبر من العام الماضي نرى نظرة كذلك مشاهدين على أهم الأخبار حيث أوصى مجلس وإدارة بنك البلاد بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 4% من رأس المال البالغ 6 مليارات ريال أي ما يعادل 40 هلالة لكل سهم كأرباح النصف الثاني من العام 2017 وذلك بإجمالي أرباح بلغت ما يقارب 240 مليون ريال بنسبة النصف الثاني من العام 2017 وبإجمالي أرباح بلغت 420 مليون وبنسبة 7% السهم اليوم على تراجعات بـ 2 في المئة 22 ريال و14 هلالة الخسار بلغت ما يقارب 46 هلالة في بداية جلسات اليوم تخطط مجموعة صافولة لزيادة حجم استثماراتها في السوق المصرية خلال الفترة المقبلة وذلك بدعم من زيادة الطالب على منتجاتها يشار أن مجموعة صافولة تمتنك خمسة مصانع في مصر بالإضافة إلى أمتلاكها شبكة نقل ودعم لوجستي ضخمة تغطي جميع أنحاء مصر نظرة بالنسبة اليوم على سهم شركة صافولة مكاسب جدا قوية 1.7 في المئة نلاحظ أنه قلص بعض من المكاسب 21 في النقطة 39 ريال و8 هلالة السهم وبمكاسب بلغت ما يقارب 47 هلالة للسهم وقعت شركة الاتصالات تأول اتفاقية لتوفير خدمات نوعية للمنشأة الحكومية والقطاع الخاص في مجال الحوسبة السهبية وذلك مع شركة أوركال وأضافت الشركة أن هذه الخدمات تتيح تخزين البيانات بأعلى معايير أمن المعلومات داخل المملكة وذلك عبر سحابة خاصة بين الشركتين نظرة اليوم على سهم شركة الاتصالات السعودية المكاسب جدا طفيفة 10 نقطة 69 ريال و20 هلالة وبمكاسب جدا طفيفة بعد حققنا مكاسب في بداية الافتتاح بأكثر من 20 في النقطة المئوية أعلنت شركة دراية المالية نتائج الاكتتاف في دراية ريت حيث بلغ إجمالي أصول الصندوق المراد الاستحواذ عليه مليار و90 مليون ريال كذلك فيما بلغت بنسبة قيمة طلبات الاشتراك 451 مليون ريال في حين عدد المشتركين بلغ 10 562 مشترك في هذا الاكتتاب تنوعت الاكتتاب ما بين أفراد مؤسسات والصناديق استثمارية في حين كذلك بلغت نسبة التغطية في هذا الاكتاب ما يقارب 125 في المئة بدأ يوم أمس الاكتتاب على وحدات صندوق وساطة ريت والذي استمر لمدة 15 يوم عمل على أن ينتهي في الأول من فبراير حيث يبلغ كذلك حجم الصندوق ما يقارب مليار و80 مليون ريال في حين متوقع أن يكون حجم الطرح 324 مليون ريال وبسعر 10 ريالات لكل وحدة من هذا الطرح ملق النظرة كذلك مشاهدين بنسبة على أداء قطاع الصناديق العقاري من واحدة اليوم ثلاثة شركات من القطاع على اللون نخضر تعليم ريس على تراجعات بنصف النقطة 11 ريال و90 هل للسهم كذلك يأتي هذا في ظل مشاهدنا أداء متباين بنسبة على قطاع الصناديق العقاري خلال الفترة الماضية وحتى خلال الأسبوع الماضي 60% من شركات القطاع تتداول دون قيمة الطرح وأنو القنظرة مشاهدين بنسبة على أداء القطاعات ومن قطاع المواد الأساسية ملاحظة بنسبة اليوم أنه غالب شركات القطاع على اللون الأهضر سهم شركة سابق مكاسب جدا قوية بسبب 10 في النقطة المئوية وبمكاسب بلغت بقارب 74 هال للسهم بعد أن سجل السهم مكاسب قوية في جلسة أمس وصلت إلى أكثر من 3 في المئة كذلك سبكم العالمية والمتقدمة والمجموعة السعودية المتقدمة اليوم على أرباح بثمانية ومكاسب بلغت ما يقارب 18 في المئة هذا يأتي بعد أن شهدنا الخفاض واضح في الأرباح بالنسبة في جلسة أمس 621 مليون مقارنة بصافي أرباح بلغت ما يقارب 731 مليون ريال ذكت تشارك أن ارتفاع اللقيم بنسبة 38% ارتفاع البروبليم بنسبة 70% أثر بشكل سلبي على نتائج شركة خاصة في الربع الأخير من العام الماضي اليوم بعالوطني اللي بتركمت اليوم على تراجعات طفيفة وكذلك حتى شركة التصنيع نلق نظر مشاهدين بنسبة على القطاع المصاري في جلسة اليوم بعد أن شهدنا أداء إيجابي للقطاع في جلسة أمس قاد مصرف الراجحي المكاسب في جلسة أمس جنبا إلى جمع سهم شركة سابق ارتفاعات وصلت للقطاع بـ 2 في المئة المكاسب تراوحت في جلسة أمس ارتفاعات طفيفة جدا في بداية جلسة اليوم 69 ريال وعشرين هلال والمكاسب جدا بأقل من 5 هلالات كذلك البنك الأهلي التجاري على مكاسب بـ 14 البنك السعودي الفرنسي اليوم على ارتفاعات بـ 1 ونصف النقطة المئوية نلاحظ البنك السعودي البريطاني على تراجعات في هذه الجلسة 20 وبأقل من 20 في هذه النقطة المئوية في حين البنك الأول بنصف النقطة المئوية 12 ريال و76 هلالة لأسهم لول قناة رمضة مشاهدين بالنسبة على أداء قطاع الاتصالات في جلسة اليوم لاحظوا الاتصالات السعودية شركتين من القطاع اللون أخضر الشركتين كذلك على اللون أحمر الاتصالات السعودية على اللون أخضر بعشر النقطة الموية كما ذكرت قبل غير الاتصالات المتنقلة على 13 ارتفاعات 7 ريالات و18 هلالسام في حين اتحاد عذيب الاتصالات واتحاد الاتصالات على اللون الأحمر لول قناة رمضة مشاهدين الأسهم الأكثر ارتفاعا في جلسة اليوم ملاحظة أنه بطل ورابق على ارتفاعات بـ 4.7% كذلك المملكة القابضة اليوم على ارتفاعات بـ 4.13% المصافي وعناية والشركة السعودية الكهربائية على ارتفاعات بـ 1.8% يأتي هذا في ظل أن وقعت الشركة الكهربائية السعودية مع العديد من الشركات في منتد العمال السعود الياباني والذي كان يقام في أمس في ميدي ترياض وقعت محدة الشركات اليابانية بالنسبة للإستثمار في مجال السيارات الكهربائية خلال الفترة المقبلة سهم بشركة بطل ورابق حقق أداء بنسبة سلبي خلال الفترة الماضية ولكن ما زال السهم اليوم على أداء سلبي خلال الفترة الماضية واليوم أداء إيجابي بالنسبة للمكاسب بلغة مقارب 4.17% في نقطة الموية نلق نظر مشهدي على الأسهم الأكثر انخفاضا بالنسبة وفي بداية جلسة اليوم نلاحظ أنه بنك البلاد اليوم على تراجعات يأتي هذا في ظل شعهدنا قبل قليل خابر عن توزيع البرنك بالنسبة أرباح للنصف الثاني من العام تراجعات جدا قوية بـ 2% اللوجيني اليوم على تراجعات بـ 1.16% لأن ما طوكيو كذلك بناء على تراجعات بـ 1% والخزم السعودي على تراجعات بأقل من 16% في النقطة الموية